من الناس برضو اللي عملت شغل كويس اليومين اللي فاتوا وطرحت مجموعة من السيناريوهات الاقتصادية كان صفحة الموقف المصري اللي طرحت ثلاث سيناريوهات للتعامل ليهم علاقة بتقرير The National News اللي بيتكلم على فكرة وقف الطرق وقف الكباري وقف الحاجات دي تعالوا نشوف السيناريوهات اللي طرحتها صفحة أو طرحها فريق الموقف المصري السيناريو الاول هو الاستمرار في الادمان على القروض وبنفس السياسات الاقتصادية ده هيعني ايه؟ هيعني استخدام اموال الصفقة لمعالجة خلل ميزان المدفوعات من غير متعاوم الجنين فده بالتبعية هيؤدي لاستنزاف مبلغ الاستثمار بالكامل في مدفوعات الديون الكبيرة احنا قلنا انها قريبة من 42 مليار عدم ضخ سيولة لتلبية الطلب على الدولار يعني استمرار السوق الموازية فانت مش هتحط الفلوس دي فمش هتعمل حاجة عودة الازمة مرة اخرى مع ارتفاع اكبر في حجم الديون يبقى هنا العنوان العريض في السيناريو الاول زي ما باين قدام حضرتك هوا استمرار في الادمان على القروض هتفضل تستلف نفس السياسات الاقتصادية مفيش تغيير هتدخل في الدوامة اللي حضرتك شايفها دي اربع حاجات بيسلموا البعض نهايتهم سيئة جدا طيب ايه السيناريو التاني يا جماعة الموقف المصري شوف يا سيدي السيناريو التاني انك هتفضل على ادمانك للقروض لكن هتعمل اصلاحات نقضية اللي هي التعوين طيب ده معناه ايه اول حاجة استخدام الاموال في علاق خلال ميزان المدفوعات وتقليل القيود على الدولار تمام تاني حاجة خفض تدريجي لسعر الصرف والافراج عن البضائع ومطالبات البنوك بالدولار جميل اختفاء السوق الموازي لحين عودة القيود الناتجة عن شح الدولار في البنوك جميل انتهاء فوضى الاسواق وبالتالي هدوء في اسعار السلع والخدمات المحلية بعدين بدون تغيير كامل في السياسات الاقتصادية ستعود الازمة للدور مرة اخرى يعني ايه يعني الموقف المصري نخلي الصورة نخلي الصورة نخلي الصورة الموقف المصري بيقول ان السيناريو اللي قدامك ده ان النظام استمر في انه يستلف وياخد قروض لكن عمل تعويم وبدأ في اصلاحات نقدية هيبدأ عندنا تلات مؤشرات ايجابية يطلعوا كأنه هم مسكنات المؤشر الاول انه سعر الصرف هينزل شوية وهيبدأ يحصل افراج عن البضائع والطلبات بتاعت البنوك في الدولار فهنا انت بتستغل الفلوس اللي معاك في حاجة مفيدة ده هينعكس على السوق السودة اللي هتبدأ تختفي روايدا روايدا لحين عودة القيود اللي كانت عن شح الدولار في البنوك النقطة الثالثة مهمة اوي هيحصل انتهاء فوضى الاسواق وبالتالي حضرتك كمواطنة تبدأ تستفيد اسعار السلع هتستقر لكن ولكن دي هي المشكلة الكبرى لو ما عملتش تغيير كامل في السياسات الاقتصادية بتاعتك كل المشاهد الايجابية دي هترجع تاني تظهر والازمة هتكون اكبر بشكل كبير جدا ده معناه ايه؟ معناه ان حضرتك مفيش قدامك حل لازم تاخد اجراءات واصلاحات اقتصادية وده يا جماعة الخير اللي عبدالفتاح السيسي مش فهمه ده اللي عبدالفتاح السيسي مش عايز يقتنع به هو الراجل عايز يفضل يشتغل بنفس الطريقة المتخلفة طريقة تلعتها الاقتصادي فالطريقة دي بالسيناريوهات دي مش هتوصله لحاجة هترجعه لقبل نقطة الصفر قبل صفقة رأس الحكمة فلو دخلت السعودية فراس جميلة وجات قطر فراس صدر وجات الكويت فراس البر وجات مش عارف مين خد رأس السيسي كل الكلام ده في الاخر لو هو ما غيرش سياساته الاقتصادية وغير من الطريقة المتخلفة اللي هو ماشي بيها فهو مش هيستفيد اي حاجة هيبقى بس تنازل عن اصول وفي الاخر ما استفدش اي حاجة السيناريو التالت تنفيذ اصلاحات اقتصادية شاملة وهيكلية اشك بصراحة ان النظام ده هيعمل حاجة زي كده لكن نشوف الشباب في الموقف المصري قالوا ايه قالوا لو عمل الاصلاحات دي او تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية فده يؤدي لتخفيض تدريجي لسعر الصرف بشروط افضل وعلى فترات زمنية متقربة اه بصوا السطر التاني ده حلم من الاحلام خروج الجيش من الاقتصاد تشجيع القطاع الخاص تحسين التنافسية والانتاجية تلاتة توجيه الانفاق للانتاج والصحة والتعليم والتدريب المهني بهدف زيادة الصدرات هذه الاصلاحات شديدة الصعوبة ستواجه معارضة شديدة من شبكات المصالح في هذه الحالة وهي الامثل تكون الصفقة بداية جديدة لمصار اقتصادي مختلف تماما عندي تلات تعليقات عن الكلام اللي مكتوب قدام حضراتكو ده التعليق الاول على السطر الاول خروج الجيش من الاقتصاد يعني صدام مباشر بين السيسي والقوات المسلحة المصرية سيطاح بموجبه او على اثره بعبد الفتاح السيسي لانه لن يقوى على مواجهة الامبراطورية الاقتصادية للقوات المسلحة المصرية فده حل مستبعد وان كان السيسي عنده رغبة في ده كان عمله من يناير 2023 من وقت ما صندوق النقد الدولي والخليج قالوله على الكلام ده فده مش هيحصل النقطة التانية توجيه الانفاق للانتاج والصحة والتعليم والتدريب المهني عبد الفتاح السيسي قال انه محتاج 2 تريليون دولار سنويا عشان يعرف ينفق على التعليم وعلى الصحة ويعمل لها مخصصات وده يعني انه بيكذب مصطفى مدبولي زي ما قلنا في حلقة سابقة لما قال ان فلوس الرسل حكمة والموازنة الجديدة هيتحط فيها فلوس زيادة للصحة والتعليم وبالتالي ده كمان مش هينفع هذه الاصلاحات شديدة الصعوبة ستواجه معارضة شديدة من شبكات المصالح انا اسف والله لفري الموقف المصري لكن انا هكتب اللي انتم ما كتبتهوش ستواجه معارضة شديدة من عبد الفتاح السيسي بس يعني انا نفسي اقوم على الشاشة دلوقتي اشطب على شبكات المصالح واكتب مكانها من عبد الفتاح السيسي لان الحقيقة الاجراءات دي كلها في خبراء كتير جدا قالوا للراجل عليها من 2016 ومن قبل 2016 فهو قال لهم لا انتو خايفين قالوا له لا احنا مش عايزين نشارك معاك في ده واللي بتعمله ده غلط فطلع الناس بتوعوا في الانتاج الاعلامي شتموهم على الهواء فمشكلة مصر الاقتصادية مش في شبكات المصالح يا موقف المصري وانا بحترمكوا جدا لكن هي مشكلة مصر الرئيسية في الاقتصاد هي عبد الفتاح السيسي في شبكة عبد الفتاح السيسي وشركاه فلو انت هتبيع رأس جميلة هتبيع رأس الحكمة هتبيع اللي هتبيع هتجيب مستثمرين اي ان كانت المسميات انا مش هقف عندها كتير لكن هي الفكرة كلها في ان انت بتعمل ايه انت مش مقتنع ان الطريق اللي انت ماشي فيه غلط فطالما مش مقتنع فمش هتحل مش هتعترف بالغلط ومش هتحل فهنعيد نفس الاخطاء تاني فهنوصل لنفس النتائج تاني بل اسوأ من هذه النتائج حد يقول لي وانت يعني بتتمنى مثلا الاسوأ لمصر لا انا مش بتمنى الاسوأ لمصر بس هو طالما عبدالفتاح السيسي سيء الذكر موجود في المكان ده كرئيس لجمهورية مصر العربية فمصر دايما للأسف مش هتشوف غير الاسوأ موسيقى